السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم يا شباب بنقول للجزء الرابع والاخير من الاكسرسايز الخاصة بشابتر 5 مطلوب في هذا الجزء نعمل اكسرسايز 5-11-12-13-14 بيبتدي بيكسرسايز 5-11 والهدف منه هو احنا نرسم هوريزونتال اند فيرتيكال كونستركشن لاينز بس طبعا قبلها لابد ان احنا نرسم هذا الفيو فرانت فيو لأحد الاجزاء بالماسات الموضحة في الشكل التالي فارسمها بأي طريقة انت تعلمتها خلال اكسرسايز السلي فاتد ارسو مود ماشي بولر تراكينج ماشي اللي انت شايفه مناسب اعمله جريد مع سناب ماشي جريد مود وسناب مود اللي انت عايزه اوبجيكت سناب ماشي كل الدروينج تولز تقدر تستخدمها وطبعا بالاضافة للقرسو اه يلا بركة اللي اني يبتديه ونرسم بالشكل ده طب لازم نعود نفكر كده هنرسمه ازاي انا ممكن ابتدي بان انا مسلا ابتدي من النقطة دي اه وبعد كده اتحرك كده وبعد كده اتحرك كده وبعد كده اتحرك كده ولما خلص اقفل الشكل ده ايه اه اوصل النقطين دول بواعد. اه بس طبعا ما نساش ان انا اعمل الخط ده كمان. يعني هعمل الخط ده بالاضافة للايه للتلات خطوط دول. يعني اعمل لاربع خطوط دول وده الخط الخامس. اه اولا هنبتدي رسمة جديدة باستخدام اللي هو اكاد. كالعادة. في هذا الايه? هذا الشابطة. نبدأ ان اعمل الشكل في ان انا استخدم مش هستخدم غيره. اه ممكن استخدم اعمل هنا بالشكل ده. الافضل بعد ما اعمل اه اختار التمبلت المناسب ان انا اعمل زوم اكستند. عشان اضمن ان الرسمة اللي انا رسمها تزهر فيه. اه طالما هي في حدود. اه ممكن نقفل كل الكلام ده. ونشغل فقط اه اللي احنا نحتاجه. اكل ده دي من فيها. نخليها قف. واشغل مسلا معي. آآ مود والسناب مود. واجي اقول له عايزة يقول لي منين. هقول له مسلا من النقطة دي. ايا كان ما كان وجودها. وانا مشغل القرص معي. او مشغل بس معي. ممكن اقول له هنا كده المسافة دي تلاتة ونص. اطلع كده مسافة رأسية قيمتها تلاتة ونص. امشي كده افقي مسافة قيمتها اتنين. آآ وخلص الامر. بعد كده اعمل امر لاين تاني انتر منين من نهاية. او من النقطة دي. اطلع فوق مسافة اتنين. واعمل كولوز للشكل. آآ بالمنزر ده. او اند بوينت دي. او النقطة دي. ممكن اعملها. لو انا مش مفعلها. آآ شيف تباك كليك اند بوينت. واجيب النقطة دي. وادوس انتر. وكده الشكل الاساسي بالنسبة لنا خلص. اوكي? من هنا بقى نبتدي ان احنا نشوف ازاي نعمل الكونستراكشن لاينز اللي هتساعدنا بعد كده ان انا اسم اوستانتك باية الفيديوز. آآ اول حاجة بيطلب مني ان انا اطفي كل الدرويند طول بوتنز اللي في ستيت سبار. واخش آآ افعل اند بوينت وميد بوينت وانترسيكشن. هتساعدنا في الرسم الكونستراكشن لاينز. اخش هنا كده. واقول له عايز. طبعا مش بالضبع ان انا دايما ان انا في كل مرة اخش آآ الاتجاه ده. انا ممكن استعمل ده كده. واقول له عايز الاند بوينت والميد بوينت والانترسيكشن. آآ هذا يكفي. وطبعا اقول له ايه? خليها لي اون. انا كده جاهز. مش بالضرور ان انا في كل مرة لازم اخش اللي بديه لوجبوكس. بعد كده لازم اتأكد ان انا ترن اون للاوبجيكت سناب. آآ بوتن. وابتدي اللي هيساعدني في رسم الكونستراكشن لاين. وهو من قائمة اا اكس ايل. كونستراكشن لاين اللي اسمه اكس ايل. آآ اكس ايل. فعنده مجموعة الاوبشن بس بيقول لي بيحدد تحدد نقطة. او اقول لي انت عايز خط افقي. هوريزونتل. او يعني افقي او رأسي او بزاوية معينة. او بايسيكت يقطع آآ زاوية او ينصف زاوية. او يبعد مسافة محددة انت تقولها لي عن انت تحدده لي. فاللي احنا عايزين نعمله ان انا عايز اقول له عايز اسم خط افقي. وبدأ يعمل الخط الافقي. عشان اعمل الخط الافقي ده محتاج بس ان هو يقول لي هو نقطة اللي مور بيها اين? فانا ممكن اختار آآ الاند بوينت بتاع النقطة دي. او الاند بوينت هنا الاند بوينت هنا. عشان نرسم التلات خطوط الافقية دي. الاند بوينت دي. بكده انا رسمت التلات خطوط الهوريزونتل آآ و جاهز بعد كده ادوس تاني. علشان آآ اروح افعل الامر تاني. آآ فبيقول لي انت عايزي محتاج اعمل خطوط رأسية. بدأ الخط رأسي معايا. فبيقول لي ممكن تحدد لي احدد لي النقطة اللي انا اعدي بيها. فانا طبعا مفعل اند بوينت. اروح اقول له انا عايز نهاية ده. وعايز نهاية ده. وعايز نهاية آآ ده. فاعمل لي التلات خطوط الرأسية. آآ في الحالة دي. آآ هقول له انتر يعني انا خلصت الكوماند. آآ من فضلك سيف لي الرسم ده. آآ و بيقول لي هتسميه ايه? هقول له هتسميه شابتر فايف. اندر سكور اكسرسايس اليفن. واضطمن ان انا هسيبه على ديسك توب مع اخواته اقول له ايه? اقول له اصيف. بكده انا في التمرين ده رسمت آآ مجموعة من الكونسرسايس تلاتة هوريزونتل و تلاتة بيرتيكال. بكده آآ خلصنا هذا الاكسرسايز. ننتقل ايه الاكسرسايز اللي بعده? آآ ان انا اعمل افصي ان انا اعمل خطوط موازية لبعض الخطوط اللي ايه? المفروضة موجودة عندي. بخطوط موازية بمسافة آآ معينة. وليكن مسلا هنعمل خطوط خطوط رأسية الاول. وبعد كده نعمل خطوط طفقية. وهم الاتنين على فكرة نفس يبقى انا دلوقتي عايز اقول له ايه? عايز اقول له اكس لاين. انتر. فبيقول لي وانت عايز ولا 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 انا انا في الفترة دي او الحالة دي هقول له انا عايز اعمل آآ عايز على بعد مسافة محددة. فهيقول لي طيب انت عايز المسافة كام? انا هقول له اه اتنين. آآ يعني انا عايز اعمل خط افقي. يبعد عن الخط ده مسافة اتنين. وخط رأسي يبعد عن الخط ده مسافة اتنين. اوكي? آآ يعني نفس المسافة. فعلى طول بحد بيقول لي قفصة آآ اقول له اتنين. طب فين الخط آآ اختب لي خط عشان اعمل لك ايه? موازل ايه او يبعد عنه مسافة معينة. بيقول لي فاني ناحية اقول له الناحية اجي. بعد كده ممكن تحدد خط تاني. اقول له مسلا الخط ده. فين? اقول له الناحية دي. كده اعملت خطين واحد رأسي يبعد عن مسافة اتنين. واحد افقي يبعد مسافة اتنين. هعمل آآ نفس الكلام ده. بس المسافة هتكون مختلفة. وبالتالي لازم اخرج برة كماند اكس لاين. واعمله من اول وجديد. آآ واقول له انا عايز اغير يقول لي ايه رأيك في اتنين? اهو ايه رأيك في اتنين? لا انا هقول له لا انا عايزها تلاتة. فبيقول لي select align object هقول له الخط ده. انا عايزه يبقى النحية دي كده على بعد تلاتة. والخط ده عايزه النحية دي على بعد تلاتة. ومفترض انه عملها وخلص. فقول له ايه? اقول له انتر عشان ايه? عشان يعمل termination command واعمل saving لهذا الفايل عشان احتفظ بالايه? آآ بالشغل بتاعي. آآ بكده انا انتهيت من exercise خمسة آآ اتناشر. تيجي نقطة بقى هنا مهمة جدا ان الخطوط اللي انا رسمها بدأت تخش ببعضها. مع الجسم مع خطوط الجسم. مفترض انها construction lines وبالتالي آآ عشان كنوع من التنظيم لابد ان انا اخش اعمل layer جديدة. واديها اي اسم. واحط عليها كل ال construction lines. وخفف اخلي بتاع هذه الخطوط او هذه layer مختلفة. بحيس انها تظهر مختلفة عن ال objects الاساسية بتاعت الشكل او الرسمة. انا عايز نيول layer آآ بيقول لي هتسميها ايه? هقول له هسميها construction واخش هنا على transparency آآ وخليها هي قيمتها بتتراوح من zero to 90 آآ خمسين انا شايف انها هتكون مناسبة جدا. طبعا لو ما كانتش مناسبة ممكن اغيرها بعد كده. وخلي اللون بتاعها بدل ما هو آآ ابيض كده. ممكن اخليها اي لون تاني آآ وليكن مسلا الخطوط حمراء. واقول له اوكي. واقول له آآ آآ نفذ الكلام نا طبعا نقول له اقفل خلاص. آآ ابدأ انا بقى هقول له انا عايز الخطوط دي. اللي هي رأسية. اللي تاني الزيادة دول. والتلاتة دول. شفتوا بعمل الاختيار ازاي? وابعد شوية بالرسمة عشان فيه خط كان ما كانتش المفروض باين. وده كمان. آآ انا مختارة صح. تمام? آآ الخطوة اللي بعد كده ببدأ احولهم الى بالشكل ده. آآ انا خلصت فبعمل علشان يباين الخطوط ايه? او الخطوط المساعدة. آآ بيسموه خطوط العمل. آآ طبعا لو كان مش واضحة بالنسبة لنا. يبقى ممكن يكون فيه خطوة تاني اضافية المفروض نعملها. لو ان دخلت هنا كده. ممكن اختار حاجة هنا اسمها. آآ هنا فعلا متفعالة. يبقى هي فعلا آآ مناسبة كده. مش آآ يعني شغالة. بس كده ده الوضع الاصلي. آآ اما توفيتها وشغلتها. تمام كده. آآ ده آآ ده زي ما قلنا خمسة اتناشة. نخش بعد كده على آآ خمسة تلاتاشة. وهيكون الهدف منه هو ان احنا نعمل اولا هنكمل على نفس الملف. واعمل سيفينج هنا. عشان اكسيل. وبيقول لي هنا العادية بتاعته. انا هقول له انجل انجل انا عايز آآ بزاوية. فبيقول لي ممكن تحدد لي قيمة آآ الزاوية. هقول له ممكن آآ عايزها خمسة واربعين درجة. خمسة واربعين درجة اهو. جاب لي خط ميلو خمسة واربعين درجة. فبيقول لي طب هي الخط اللي انت هترسمه ده او الخطوط المجموعة الخطوط اللي انت عايز ترسمها. فين هيكون مكانها? انا هقول له في منتصف الخط ده الاول. آآ انا اكتفي طبعا بكده. هو الخط ده يكفيه. وطبعا احنا في خطأ انا وقعت فيه. هو ان انا رسمت على اللي هي لير زيرو. آآ فكان ممكن آآ بمنتقى البساطة بعد ما اكون خلصت. آآ ممكن احولها الى اللير الصح. يعني انا دي اقول له خطها لي في اللير كمان معاهم مع اخواتها. او ان انا امسحه واخلي هي واشتغل على اساسها. ده بالنسبة للخط اللي ميلو خمسة واربعين درجة. آآ هعمل كمان خطين آآ بيبعدوا عن الخط الميل ده آآ مسافة نص تحت وفويه بحيس ان انا ابين ان فيه هنا ثقب آآ او فتحة آآ علشان بعد كده ارسم المساقط بتاعتها. فبقول له يقول لي آآ اريزونتل ولا بيرتيكل ولا انجلور ولا بسكس هقول له عايز 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 فبيقول لي select offset distance هاديه هقول له هي نص. هايقول لي ممكن تختار لي line object هقول له انا عايز ده. فبيقول لي فاني ناحية ها آآ هقول له الناحية دي. وكمان الناحية ايه كمان select line object اختاره تاني. واقول له الناحية دي كمان. فانا عملته مرتين. وهنشوف ايه السبب في كده. كده انتهينا من آآ بس آآ اكسرسايز خمسة تلات عشر. وجاهزين لا استكمال آآ رسم في الاكسرسايز اللي بعده. طبعا برضو احنا انا غلط في نفس الوالطة. ممكن آآ بعد ما اخرج برا الامر طبعا. اختار او 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 دي هم مكانهم برضو. آآ لازم الواحد ياخد باله من الحاجات دي. آآ لكن طبعا الاوتو كاد مرن بدرجة ان احنا ممكن نعدل اي حاجة احنا عايزين نعدلها. المطلوب مني بعد كده ان انا اكمل على نفس الاسمه وبالتالي بسايف عمل سيفنج عشان ما اضيعش حاجة. وآآ مطلوب مني ان انا آآ اكمل الاسقطات. وانا طبعا مطلوب ان انا هرسم على الشكل اللي هنا ده. بس اراعي هنا في الانترسيكشن. اعمل انترسيكشن. ماشي. ممكن. آآ فا لكن ممكن طبعا الافضل ان انا اعمل انترسيكشن كفاية. ده يكون كافي بالنسباني. آآ ان انا اعمل آآ كل حاجة. آآ اجي بعد كده. اقول له عايز ارسم لاين. يقول لي منين? هقول له لاين يبتدي من النقطة دي. ويروح للنقطة دي. وبعد كده يوصل هنا. وبعد كده يوصل هنا. وبعد كده ايه? اعمل بعد كده في لاين تاني اللي هو اسقاط النقطة دي. اقول له انتر. واعمل لاين ده. طبعا الترسيب في الرسم مش مشكلة خالص. واعمل لاين تاني هنا كده. الاسقاط بتاعي هنا. اعمل كده. وهنا الانترسيكشن ده. والانترسيكشن ده. والانترسيكشن ده. ولازم كان الاكس دي تبان. وكمة انترسيكشن تبان عشان اتطمن ان هنا ماشي صح. انتر. وانتر كمان عشان اعمل اسقاط النقطة دي. اعملها هنا. واعملها هنا. آآ طبعا كده فاضل لنا حاجة آآ تانية بسيطة هو آآ رسم الاليبس. وطبعا هن نرسمها باستخدام الامر الاليبس. لكن دلوقتي محتاجين نعمل خطوط مساعدة تساعدنا. بس انا اعمل زوم طبعا عشان انا اشوف الموضوع كويس. آآ خطوط مساعدة تساعدني في ان انا ارسم آآ الاليبس. فباجي بعمل برضو آآ بعمر اكس لاين. طبعا كنت اغلط نفس الالطة. انا هروح للاير آآ دي واخليها الهي الكارنت. واقول له عايز يقول لي منين? هقول له النقطة دي. ده. وعايز اعمل ايه? خط افقي. طبعا انا ممكن اشغل هنا ارصه ورايح نفسي بعد الموضوع افقي ورأسي والكلام ده. واعملها كده. بعد كده. ادوس انتر تاني. آآ وطبعا كان ممكن اكمل يعني مش بالضرور ان انا في كل مرة هعملها. يعني من النقطة دي. آآ آآ عايز الكممند معلش. اقول له من الانترسيكشن ده. واعمل لي الخط الافقي ده. وبعد كده. وخلص. وبعد كده من الانترسيكشن ده. بس طبعا لازم اقول له العمر تاني. في كل مرة. من الانترسيكشن ده. واعمل الخط الافقي ده. وهعمل برضو تلات خطوط آآ رأسية فوق كده تساعدني في رسم الايه? الاليبس. وطبعا ما نساش ان انا هعمل هنا برضو بعض الخطوط اللي هتساعد وهنشوف الكلام ده نعمله ازاي. اقول لكم الاول واحدة واحدة. آآ اقول له منتصف الخط ده. طبعا مش موجودة معي. نقول الانترسيكشن الاول. آآ هنا كده. واعمل خط رأسي كده. انتر تاني وانترسيكشن ده. واعمل خط رأسي كده. طبعا انا ممكن اعملها اقول له وهيكمل معي. آآ يعني كان ممكن اقول له آآ اكس لاين او انتر. آآ يقول لي حدد نقطة. اقول له ويقول لي يعني يعدي باني نقطة. اقول له يعدي بالنقطة الانترسيكشن دي. آآ الخط واللي بعد كده. ارسم خط رأسي. آآ منين? هقول له من منتصف الخط ده. اجي هنا كده واقول له آآ مع رايك وقول له الخط ده. بدأ يعمله. آآ بعد كده بيقول لي لو انا عايز خطوط راسية تاني. آآ طبعا مش عايز. آآ عايز اعمل خط افقي تاني. خطوط طبعا كتير وممكن تبدأ تخش بعض عشان كده عملنا موضوع الترانس بيرانسي. ويقول لي عايز فين اقول له مع رايت كليك واقول له ميت بوينت. واقول له هنا كده. وانتر. من هنا نقدر نعمل بقية الخطوط الخاصة بالاليبس. آآ في ان انا هقول له آآ عايز اعمل خط راسي افقي من هنا وافقي من هنا. وآآ ومنه هنعمل الخط اللي ايه? الخطوط اللي بقسية من هنا. طيب نمشي واحدة واحدة. هقول له اكس لاين. يقول لي ايه? عايز ايه? اقول له عايز خطوط افقية. يقول له يقول لي منين? اقول له من تقاطع النقطة دي. وتقاطع النقطة دي. دي الخطوط الوفقية بتاعت ايه? بتاعت الاليبس اللي انا هرسمها. بعد كده ادوس انتر عشان اخرج برا الكماند. وبعد كده انتر تاني. وبعد كده اقول له عايز خطوط راسية. يقول لي من اقول له من الانترسيكشن. طبعا الخطوط ده هتخش ببعضها. من الانترسيكشن ده والانترسيكشن ده. كده انا انتهيت من كل خطوط العمل المطلوبة وجاهز ان انا ارسم الاليبس. وطبعا انا الاليبس من الكماند بتاعه هنا في اكتر من افشن طبعا هنا ممكن نستخدم السنتر. استخدم الاول هنا تعالي نعمل الاليبس ده. فبيقول لي فين الاليبس? هقول له النقطة دي. هي نقطة السنتر بتاعت الاليبس. لازم اركز في الخطوط لان خطوط كتير جدا. ودي هي دي. وسبسفاين النقطة التانية هي دي. بس طبعا انا نسيت ان انا اخلي هي زيرو. عشان ان تبقى عليها الابيض اللي لونها باللون الابيض. وعشان كده ما عنديش مشكلة خالص في اي وقت اغلط اجده كده من فضلك والدهولي على الارزيرو. لكن لازم لازم اكون اعمل اسكيب. لازم تكون الارزيرو عشان نشتغل عليها لازم اكون ما خليها هي الكارنت. او ان انا اختارها واقول له ميك كارنت. الاليبس التاني برضو بنفس الطريقة هعمله. بيقول لي فين السنتر بوينت? هقول له التقطع ده. فين نقطة على اند بوينت بتاعة الاكسز هو ده. فين النقطة التانية هي دي. بكده انا اكون انتهيت من عمل اربعة عشر. وكمان انتهينا من الجزء الرابع من اكسرسيز شابتر فايف. اه نلقاكم دائما على خير. واوعدكم ان شاء الله نكمل بنفس الطريقة. اه لو لقيت منكم ردود اه فعل ايجابية. اه بمعنى ان انت هتعمل سبسكرايب للقناة. تعمل لايك للفيديو. اه تكتب لي كومنت لو الموضوع عجبك او مش عجبك. اه انت قاضياتك. فا اه منساش في الاخر طبعا ان انا اه اسيف. وبشكركم. اه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.